من الحلقات المهمة والحلقات المطلوبة ومدام انت شغال في مجال العمل على الانترنت او ربح من الانترنت سواء ان كنت مبتدئ وعندك مشروع صغير او محترف وعندك مشروع كبير او لسه بتدور على طريقة حقيقية للربح الحقيقي والسريع من على الانترنت فانت لازم تسمع الحلقة لاخيرها ولابد تكون عارف حل للمشكلة اللي هتواجهك يوم من الايام في شغلك على الانترنت جاي يكلمك النهاردة على ازاي تقدر انك تفتح المواقع المحظورة فتحها في بلدك بسهولة وبدون ادنى مشكلة ومن غير ما تدفع ولا سنت واحد من جيبك بطريقة مجانية هتفتح المواقع المحظورة سواء كانت مواقع ربحية مواقع تقدر تشتغل عليها وتجيب منها ارباح او مواقع مشهورة زي ميرش باي امازلون او مواقع معينة مش بتقبل التسجيل اللي من دول معينة كل الكلام ده هيتم من خلال المتصفح بتاعك او حتى موبايل خاص بيك من غير ما تدفع ولا سنت واحد عن طريق خدمة مميزة جدا 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 موجودة بقى لها فترة وغايب عن ازاي انا مش عارف فجاي اكلمك النهاردة على الخدمة دي واعرفك مميزاتها وازاتها تستخدمها وتوصل منها لاقصى استفادة ممكنة لو انت حد شغال في الربح من الانترنت طولت عليكم في المقدمة انا اسف ولكن كان لازم استرد موضوع الحلقة كله علشان اخليك تتشجع تكمل معي الحلقة للاخر ونبدأ على بركة الله بالشرح العملي ما تنسوناش بدعمكم باللايك والشير والكومنتو يلا بينا من اجل ما اطول عليكم اكتر من كده هدخل على طول على الموقع اللي انا جاي اكلمكم فيه النهاردة لو هو موقع الخدمة دي شغالة بقى لها كتير وكتير جدا جدا وتقييماتها موجودة في كل مواقع التقييم والناس كلها شغال عليها وعرفها برا في المحتوى الاجنبي وللاسف انا ما كنتش عارفها انا عرفتها بالصدفة عشان كده انا جاي اكلمك النهاردة على خدمة مميزة جدا 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 تديك anti-detect browser يعني ايه anti-detect browser يعني تقدر تفتح اي موقع من غير ما يتعرف مكانك الحقيقي نديك مثال يا سيدي انت عندك اكتر من اكاونت اعلاني على الفيسبوك والفيسبوك بيقول لك ما تفتحش اكتر من اكاونت اعلاني نقدر نحل المشكلة دي باستخدام جوجل ادسنس لو انت عندك على جوجل absens وجase تفتح اكاونت تاني، وخايف الموضوع انك تتقفش وتتعرف ان انت عندك أكاونت في א�houses نقدر نفعل موضوع انها على جوجل wiltine! انت تقدر ان تفتح اكثر من تصوير اكاونت في موقع، الموقع ده يحضر عليك فتح happened اكثر من اكاونت في نفس الدولة او بنفس الجهاز، تقدر تعمل تصوير باستخدام جوجن نحن نقول انها هو RDB هو ار دي بي تقدر تستخدمه فتح مواقع اي ان هذا كان بدون ادنى مشكلة بامان تام من اي مكان في العالم ارض بي مصغر موجود على المتصفح بتاعك وعلى الاندرويد وكمان على جهاز الكمبيوتر او التابلت او اي ان كان. كل كلام ده مجانا لمدة سبع تيام. ممكن بعد كده تعمل اكاونت تاني وتعيد الموضوع تاني ما عندكش ادنى مشكلة. الموضوع سهل جدا جدا. وده كده الموقع الخاص بيجولوجين عندك كل حاجة انت محتاج تعرفها. عن الموقع وخدماته كلها هتلاقي مكتوبة قدام منك دلوقتي. وتقدر تسمع معي الحلقة للاخر عشان تفهم اكتر وتعرف اكتر انا جاي كلمك على ايه بالزبط. عشان تقدر تسجل في الموقع هتدوس كده على من هنا. وتبدأ بتاعتك طبعا هتخش على وبعد كده تحط الايميل والباسورد وكمان آآ الباسورد مرة تانية. وتدوس كده على يبقى انت كده انشاء اكاونت هتخش يتفعله وخلص الموضوع. انا عندي مصبك هتدوس كده على هيبدأ تدخلني على حسابي داخل الموقع. الموقع ده انا ما قلنا بيتيح لك تحمل السوفتوير بتاعهم على جهاز الكمبيوتر على الاندرويد على التابلت على الموقع نفسه وتقدر تشتغل على النظام الكلاود ودي كده تحديث جديد نازل في الموقع دلوقتي يعني مش لازم احمل السوفتوير الخاص بيه من اللي هوري لك شكله دلوقتي تمام? لازم تحمل البرنامج نفسه على جهاز الكمبيوتر بتاعك وتفتحه عشان تقدر من خلاله نفسه على النطاق اللي انت محدده او اللي انت محدده او المكان اللي انت محدده اللي انا شرحه كله ان شاء الله دلوقتي انت ممكن تحمل البرنامج نفسه زي ما انت شايف قدام منك دلوقتي على جهاز الكمبيوتر بتاعك او حتى تطبيق على الاندرويد وممكن برضو تفتح الخدمة او الموقع اللي انت عايز تفتحه من خلال نظام كلاود زي ما انت شايف قدام منك دلوقتي بيعمل كده وفي ثواني معدود هيقول لك وقدر افتح الموقع ده خلاص او اي موقع طبعا انت حطوه عندك هنا في البروفايل نشرحه دلوقتي على الكلود او نظام الكلود الخاص بيهم على المتصفح بدون الحاجة نهائيا الى امتلاك خلاص يعني البرنامج على جهاز الكموتر بتاعك الموقع ده زي ما قلنا بتقدر تديله يعني ايه بروفايلر هيا زي ما انتم شايفين كده هو فتح معي هادوس كده على يبدأ يفتح لي المتصفح اللي من خلاله افتح الفيسبوك في دولة معينة الا وهي دولة المانيا زي ما انتم شايفين انا ممكن افتح كده او انا دخلت دلوقتي وردتكم الاي بي اللي انا مسجل منه جوه المتصفح نفسه لقدامك دلوقتي هي في المانيا خلاص فانا دلوقتي ممكن اقدر اروح بسهولة شديدة الى الموقع نفسه كده واقفل ادوس كده على خلاص ومن بعد ادوس على اقدر ان اقضيت بروفايل جديد من هنا كده ادوس كده على ادوس بروفايل واقجي هنا اكتب اسم البروفايل نفسه و essayerكم مسلا اكتب على سبيل المسال جوجل خلاص ممكن بالعربة وممكن بالانجليزة عادي او فيسبوك اتنين مثلا اا اي انا بنا كده هفتح الفيسبوك من على الي ومن هنا كده لو انا عندي بروكسي بابدأ ادينا في البروكسي بتاعه طبعا وزال بروكسي بقنا مش محتاج أحطة لميش خلاص وممكن اختاره لو انا عندي بروكسي مدفوع ممكن اضيفه من هنا. ما عنديش خلاص ما عنديش مشكلة ممكن اختارنا من هنا كده اللي متضاف بشكل اه مجاني من خلال خدمة وممكن استخدم كده وزاوة ما عنديش ادنى مشكلة. الطايم زون لو انا عايز اضبط الطايم زون بزبطه من هنا. لو انا عايز اضيف اي من هنا. نفس الكلام ده كله هيبقى موجود في متصفح بتاعدي انا هفتحه. وعندنا هنا نفس الكلام. اه خلصنا ممكن ارجع كده وره كمان واختار الوفر فيو. وابدأ اختار النظام اللي انا هفتحه سواء كان اندرويد. ماك او اس وماك او اس تاني ده طبعا ام وان. وعند هنا الويندوز. اختار اي نظام افتح عليه يعني المتصفح بتاعي اللي هفتح من عليه الفيسبوك. خلاص. اخترت انا من هنا الويندوز هدوس كده على وبعد ابدأ يتم بتاعي بالشكل اللي زهر قدام منك دلوقتي. هدوس كده على هيفتح لي المتصفح نفسه في الويندوز زي ما انتم شفتم من شوية. دوس كده على فتح لي المتصفح بتاعي. فيسبوك تو. ممكن من هنا بقى ابدأ اختار او افتح الفيسبوك نفسه. ويبقى مختلف كليا على اي متصفح تاني موجود عندي هنا. يبقى انا ممكن اقدر افتح اكتر من اكاونت. اكتر من اكاونت فيسبوك. اكتر من اكاونت جوجل. اكتر من اكاونت في اي موقع. وكل اكاونت هحطه في متصفح واحد. احطه في ده جوه منه متصفح واحد. خلاص زي ما انتم شايفين قدام منكم دلوقتي. ممكن اجي هنا. وابدأ ادوس طبعا على وابدأ اعدل مرة تانية. دي كلها. الاسم طبعا لو انت عايز. اللغة نفسها ممكن تغيرها من هنا. ما عندكش ادنى مشكلة. ممكن برضو تغيره من هنا. ممكن برضو تغيره من هنا. بقول لك طبعا لو انت عايز طبعا يفتح لك المتصفح ده. في الدولة اللي انت موجود فيها. فبيقول لك جابك من كايرو ايجيب. ممكن انا اختار من هنا او اغير. ممكن اخليها مسلا امريكا عادي. ادور كده على تمام. فين بقى هنا. خلاص. هتدور حضرتك بس وشان ما طولتش عليكم. يعني وقت الحلقة بتدور على المكان اللي انت عايز تفتح عليه. خلاص. اهي. يو يورك. انا كده غيرت اي باشا? بتاعي. ممكن اقفل كده. هدوس على معلش نقاسب. انا غيرته كده ومن هنا كده بابدأ ازبط حاجات تانية. ايا كان وفي الاخر انا كده حفظت الاعداديات بتاعته. ممكن طبعا اخش على من هنا واعدله. ممكن برضو وعدله. ممكن من هنا واعدله. اعدى طبعا بتاعي اللي هيفتح ايه هو ممكن اختار الاصدار بتاعه وممكن ازبط الدنيا دي كلها. نفس الكلام. عندي كمان هنا برضو نفس الكلام ممكن اغيره وازبطه من هنا. وفي الاخر ممكن افتح ادوس كده على بيبدأ يفتح لي ويديني المتصفح اللي انا طلبت ان انا افتحه من داخل الموقع في دولة معينة. والدولة دي انا اللي حددتها بنفسي لما دخلت وضفت البيانات بتاعتي. الكلام ده بيتم زي ما قولتلكم من على المتصفح زي ما انتشاف قدام منك دلوقتي. وكمان ممكن يتم بسهولة شديدة من على خلاص البرنامج نفس اللي بتحمله على الويندوز بتاعك زي ما اردتكم في البداية. خلاص. وممكن يتم من على الاندرويد الخاص به. خلاص. ممكن تضيف بروكسي لي يعني الجلسة اللي انت هتفتحها دي. هتفتح مسلا للفيسبوك وهتضيف لي بروكسي امريكي. ممكن تشتري البروكسي ده. او تجيب البروكسي ده من اي موقع تاني. او تاخده مجاني من النسخة البيتة اللي موجودة داخل الموقع جولوجين. وتبدأ تفتح ده بسهولة شديدة. وهيبدأ الموقع يعمل لك تزامن آآ ما بين التوقيت اللي موجود في البروكسي. يعني توقيت الدولة نفسها. والتوقيت بتاع الجهاز اللي هيفتح. عشان بس ما حصلت في الغبطة. والموقع يكتشف انك فاتح او فاتح ارض بي او ايا كانت انت فتحه ويعمل لك حز. الطريقة هنا مضمونة مليون في المية. وانا شايف بصراحة ان دي حاجة هتفيدنا بشكل كبير في الايام اللي جاي. نقدر نفتح اكتر من تاب نقدر نفتح اي موقع مستعصي علينا فاتحه في بلدنا لمدة سبع ايام بشكل مجاني عن طريق موقع جولوجين واللي ممكن ينتهي بعد كده. وتبدأ تجدد وتعمل اكاونت جديد والتجديد سهل جدا جدا. لو ده فخلنا هنا على ممكن نشتري بروكسي عادي ما عندناش قدنا مشكلة. وممكن ندوس كده على من هنا وهتلاقي طبعا يعني ده لازم وده اساسي خلاص. فيه كوبون كود هيديه خصم محترم جدا جدا هزهر قدام منك دلوقتي او هسيبه في التعليقات تحت او في آآ نظام آآ خلاص. عندنا هنا الاكاونت الاول البروفيشنل بيديك لحد ميت بتقدر تنشي ميت متصفح تفتح عليه في كل دولة مختلفة بروحتك ما عندكش قدنا مشكلة. وعندك شغال برضو بكان اربعة وعشرين دولار شهريا ومعاك كمان اربعتشر يوم تقدر تسترد فيها المال ومعاك كمان خصم ومحترم جدا جدا تستخدمه لما تشتري عضوية داخل الموقع. عندك البزنس بتسعة واربعين دولار في الشهر بتديك تلتميت بروفايل تقدر تفتحه. وكمان تضيف عشرة اعضاء عندك في الاكاونت بتاعك بدون ادنى مشكلة. يعني ممكن تشترك انت وعشر اصحابك وتفتحه وتستخدمه الحساب ده اللي هو البزنس بدون ادنى مشكلة بخمسين دولار في الشهر. عندك خلاص بتقريبا ميت دولار في الشهر بيديك الف متصفح تقدر تفتحه. وحاجات تانية اكترى جدا جدا تقدر تستمتع بها. وعندك هنا طبعا الالفين والتلات تلاف والاربع تلاف والعشر تلاف كلها او انت اللي بتحددها وبتختارها بنفسك من هنا. وبتشوف هيديك قد ايه اسعار وهيديك قد ايه اه مميزات محترمة تاخدها لما تشترك في الخطط اللي موجودة قدام منك. دلوقتي دي ده في المنصلي في خمسين في المية طبعا ده المنصلي اللي هو الشهري والانوال في خمسين في المية خاصمه. وكمان بتاخد خاصم محترم لما تستخدم الكوبون زي ما قلنا اللي هتلاقيه موجود في الوصف تحت الفيديو. من عندنا من هنا ممكن نضيف فلدر جديد لو انت عايز تضيف فلدر جديد غير الفلدر اللي موجود هنا. ممكن من هنا كده اختار وابدأ اعمل لي او تعديل اللي انا فتح ده من هنا. ممكن اعمل يعني نسخ للجلسة نفسها. ممكن اعمل لحد تاني ممكن نحطها كل كل كلام ده بيتم بسهولة شديدة وبدون ادنى مشكلة. نفس الكلام ده بيتم برضو من خلال البرنامج اللي موجود على الويندوز. شايفين قدام منكم دلوقتي ممكن برضو ان انا اضيف بروفايل من هنا. ادوس كده على وابدأ اضيف البروفايل بتاعي بدون ادنى مشكلة. اي بروفايل هضيفه على الويب محتاج ان انا اقفل البرنامج كده وابتحه مرة تانية. عشان يبدأ يحمل معي البروفايل نفسه اللي انا اضيفته هناك. هبدأ يظهر معاك هنا اي ان كان اللي انت اضيفته. ممكن زي ما قلنا تستمتع بجميع المميزات المحترمة اللي موجودة داخل الموقع. ادوس من هنا كده وابدأ اشوف طبعا وغيره من الاعدادات الاخرى. ممكن برضو اعمل او تعديل من هنا للجلسة نفسها. ادوس كده على وابدأ اعدل طبعا والبروكسي والبروكسي والبوك مارك وغيره من الحاجات التانية اللي انا محتاج ان انا اعدلها داخل الموقع. وممكن برضو زي ما قلت لكم زي ما انتم شايفين اهل الفيسبوك توي واسا اللي كنت فتح من شوية. ادوس كده على او ما بدوس كده على في سواني معدودة. هيفتح لي المتصفح نفسه عندي على الجهاز بتاعي انا وفتح لي اه النسخة اللي انا طلبتها او بمعنى اخر الدولة اللي انا طلبتها وجوه منها ايه باشا اللي انا هفتحه براحتي بدون ادنى مشكلة. عندي الفيسبوك من هنا ممكن افتحها عادي بدون ادنى مشكلة والبالنج وايا كان ودي مواقع كلها ممكن افتحها كل اه موقع افتح فيه اكتر من اكاونت اكتر من دولة وغيره من النسخ الاخرى من المواقع اللي ممكن استخدمها. لحد كده اكون سلطة نهاية حلقة النهاردة طبعا. دي مش الحلقة الوحيدة اللي هتكون موجودة لموقع لا ده هيكون في حلقات تانية كترة جدا جدا المعتمدة على الموقع ده في الربح من الانترنت. تطبيقات هنشتغل عليها للربح من الانترنت باستخدام الموقع ده. بجانب ان الموقع ده استخدمه كارد بي باشا يعني ممكن تستخدم الموقع ده كارد بي وتعمل من خلاله شوية شغل ومحترمين جدا جدا عن طريق ان تتحمل حاجات كبيرة وترفعها تاني وتشتغل اه حد يعني تنين في مجال هنشرح الكلام ده ان شو الله في الايام اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة